خلينا بالبداية نعرف شنو البروتين البروتين هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لأجسامنا إلى جانب طبعا الكاربوهيدرات والدهون يشكل البروتين كل جزء من أجسامنا بداية من الدم والعضلات مرورا بكل من الجلد والشعر وبمعنى آخر بدون البروتين لا يمكن لنا أن نعيش طيب إن البروتين مطلوب لبناء الألياف العضلية كما أنه مهم أيضا لعدد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان ومع ذلك لا بد من التشدد على محدودية نمو العضلات المتوقع عندما تتجاوز كمية البروتينات المستهلكة من قبل لاعب كمال الأجسام حدها الطبيعي الدراسات تؤكد غياب الدلائل العلمية المتفق عليها بشأن هذا الأمر وعليه فإن الإصرار على تكرار العبارة المدغدغة لفكر اليافعين والمهوسين من الشباب بلعبة كمال الأجسام اللي تنص على أن تجاوز الحد الطبيعي في استهلاك البروتين يساعد على زيادة الحجم العضلي هو جنوه هو أمر عاري عن الصحة يعني مو كل ما أخذ البروتين هواية يعني راح تزيد العضلات